طبعا رد اليونان كان شيء متوقع وتوقع أن قبرص أيضا ستقود نفس الخطوة مصر أيضا كذلك دول الاتحاد الأوروبي لن تسكت عن المغامر التركي لأن يكون له وصاية على ليبيا وفي الواقع السبب الرئيسي في كل ذلك هو حكومة السراج هذه الحكومة الهزيلة الضعيفة الفاقدة للشرعية التي ارتهنت مصير ليبيا ووضعته في أيدي السلطان أردوغان ما كنا نسعى لأن تنزلق ليبيا في هذا الصراع الغير الذي لا يعمل في مصلحة ليبيا على الإطلاق وإنما يعمل في المصلحة التركية كنا نتأمل من هذه الحكومة التي سميت حكومة وفاق وطني أن تنجز المصالح الوطنية أن تنهي الصراع في ليبيا ولكن بكل أسف بعد ثلاث سنوات ونصف رأينا هذه الحكومة تجلب لليبيا مزيد ولكن أستاذ كامل الطموحات التركية ليست بجديدة هناك قواعد عسكرية تركية اليوم تأتي الحدود البحرية بعد اتفاقات بدأت قبل سنوات هذا التواغل التركي في ليبيا اليوم يحسم هذه الطموحات لأردغان ولكن كيف ستنظر العواصم الأوروبية التي تراقب بحذر بعد تحذير الاتحاد الأوروبي طبعا ليس هناك في السابق اتفاقات عسكرية وأمنية أو بحرية مع تركيا مع ليبيا تركيا دولة بعيدة عن ليبيا عن شواطئ ليبيا وبالتالي هذه المرة الأولى التي يفرط فيها مسؤول ليبي في تاريخ ليبيا ويوقع هكذا اتفاقية ليس لليبيا أي مصلحة فيها وتجيز لتركيا لشرعانة تدخلها سواء بإرسالها للعثاذ العسكري أو حتى للعناصر التي تقاتل إلى جنب ميليشيات السراج طبعا نحن نفهم أن حكومة السراج تتعلق بأي قشة من أجل منع سقوطها التي بات وشيكا ولكن أن تنزلق إلى هذا المنزلق وتضع ليبيا أمام صراع إقليمي فيه دول أخرى فهذا شيء جديد في كل الأحوال دول الاتحاد الأوروبي أو دول الإقليم لن تسكت لأن هذه مناطقة غنية بالنفط والغاز وتحتاج إلى معاهدات واتفاقيات متأنية تكون فيها البلدان في حالة استقرار ليبيا لن تدخل صحيح أستاذ كامل ليست اتفاقات وفق القانون الدولي ولكنها ربما تكون مذكرات تفاهم قد تمنح هذا النفوذ وهذه الامتيازات اليوم لأردغان وهو يستفيد في مواجهة الأوروبيين والعقوبات الأمريكية ويستخدمها أيضا ورقة ضغط ما قبل اجتماعات ربما الأوروبية اجتماع برلين بشأن الأزمة في ليبيا وما كان أعدنه سلام الأسبوع الماضي لا لا يعني الأثر القانوني للمذكرتين منعذب لأن المعاهدات وهذه الاتفاقات تحتاج إلى تصديق أردغان يعي ذلك جيدا وأرسل بهما إلى البرلمان التركي ولكن السراج لغبائه لا يفهم هذه المعادلة ولم نسمع بهذه المذكرة وبنودها إلا عبر التسريبات التركية على كل حال هذه المذكرتين تم صيغتها بعقل تركي وبيد تركية لم يشارك فيها ليبي واحد إلا السراج الذي وقع عليها ولكن ماذا يعني التعدي على الحقوق السيادية المطلقة للجمهورية اليونانية تحديدا على الجرف القري لجزيرة كريت اليونانية وهناك دور مرتقب للأمم المتحدة بشأن هذه المنطقة الحدودية وهذا يؤكد ما قلته لك الأثر القانوني لهذه المذكرة منعذم سواء على المستوى الوطني الليبي لأنه يخالف المادة 17 من الدستور الليبي وأيضا يخالف الإجراءات وفق اتفاق الصخرات في اتخاذ مثل هكذا خطوات أو توقيع مثل هكذا اتفاقات بدون تصديق البرلمان الليبي وكذلك يعني ينتهك بشكل صارخ القانون الذولي لأن هذه مناطق ليست فقط لليبيا أو تركيا ولكنها تجمع في محيطها كل دول المحيط وتحتاج إلى اتفاقات جماعية كل الدول تشارك فيها وتحتاج إلى خبراء في الجغرافية البحرية وأيضا قبراء قانون ذولي بحري حتى يحددوا كل الحدود واقعان البحار والأجراف والخلجان هذه مسألة فنية تحتاج إلى سنوات ليس هكذا بين يوم وليلة يعني يحررها الأتراك ويعدون الخرائط البحرية الأتراك دون أن يشارك ليبي واحد فقط السراج يأتي ويوقع عليها هذا ينسف قانونية هذه المذكرة نحن إذن أمام هاتين المذكرتين أمام إجراءات موقعة هذه المذكرات لم تودع أو لدى الأمم المتحدة أي شكوى يمكن تقديمها من قبل دول الجوار الليبي المتضرر الثلاث مصر اليونان وقبرص وأي مواجهة مع الاتحاد قبل أن ينتهي وقتنا أستاذ كامل طبعا بالتأكيد المذكرات في العادة لا تسجل لدى الأمم المتحدة المعاهدات والاتفاقيات هي التي تسجل ولكن نحن أمام عملية خداع واضحة من الجانب التركي في بنود هذه المذكرة هي بنود اتفاقية ومعاهدة ولكن أعطي لها اسم مذكرة التفاهم على كل الأحوال كل هذه البلدان بما فيها ليبيا الطرف المضرر الأول يمكنها أن تقدم طعون في هذه المذكرة ويمكنها أن تحصل على إلغائها وإلغاء أي أثار قانونية ثم أنه أثارها لن تصل إلى الدولة الليبية وتنتهي بانتهاء حكومة السراج عندما تسقط هذه الحكومة إما عسكريا في طرابلس أو تنزع عنها الشرعية لن يكون لها يأثر سياسي بعد ذلك الكاتب والباحث السياسي كامل مرعاش كنت معنا مباشرة مستدهات سكاي نيوز عربية في العاصمة الفرنسية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر